الحكومة الاتحادية بموجب الدستور لها حق أولا رسم السياسة الخارجية اثنين المطارات المنافذ الحدودية تصدير الثروات ومنها النفط مجلس القضاء الأعلى لديه أيضا حاكمية على القضاء في الإقليم المؤسسات الرقابية الاتحادية مثل هيئة النزاهة هيئة الرقابة المالية أيضا يجب أن تعمل في الإقليم كل ما ذكرته الإقليم رفض أن يعطي هذه الصراحيات طيلة هذه المجد